بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في الجملة الشرطية في هذا الدرس راح نتعرف على ما يسمى بالكينترول فلو بالإضافة إلى أيضا زائدا عندنا موضوعين متوصلات ببعض هو الفلو تشارت ممكن تكتبها كلمة واحدة في بعض الأحيان طيب طبعا حنا تكلمنا قبل عن كينترول فلو يعني في دروس سابقة راح نتكلم هنا بشكل أكثر تفصيل عن الكنترول فلو طبعا الكنترول فلو نستطيع أن نترجمه بشي اسمه تدفق التحكم يعني هذا المعنى يعني تدفق التحكم لكن هنا يهمنا صراحة الترجمة المعنوية أو الأدبية وهي طريقة سير تنفيذ البرنامج إذا نستطيع أن نترجمه بسير تنفيذ تنفيذ البرنامج يعني هذه تقريبا أفضل ترجمة يعني وجدت سير تنفيذ البرنامج راح نرجع لفلوت شارت شاء الله لكن وش نقصد بسير تنفيذ البرنامج يعني كيف يتم كيف تنفيذ البرنامج جالس يسير أو يتم يعني طبعا ليس بمعنى مثلا يقول واحد مثلا والله كيف سير العمل يعني يقول والله العمل تمام وماشي وكل شيء لا طبعا لا هنا يعني فيه معنى دقيق وهو كيف يتنفذ البرنامج مثلا خلوني أفضل خلوني أشرحها من خلال توضيح نوعين من الكنترول فلو يمكن يتضح من خلال إن شاء الله الكلام هذا في الكنترول فلو اللي يكون نسميه سيكوينشل خلو خلو أحطه هنا في عندنا سيكوينشل وفي عندنا برانشينج مزين السيكوينشل يعني تسلسلي تقريبا يعني تسلسلي والبرانشينج اللي هو تفرعي أو في تفرع أو شنقصد من الأثنين لما نقول سير تنفيذ برنامج يكون سيكوينشل متسلسل أو تسلسلي أو يكون فيه تفرعات يعني النقصد فيه هو مثلا لما نشوف البرنامج هذا الاكتانجل اللي شفناه قبل البرنامج هذا لما يتم تنفيذه راح نبدأ راح نبدأ التنفيذ من العبارة هذه أولا بعد كده ننتقل للبعدة يعني سطر تلاحظ أنه نقول سطر سطر أو بكلمة أدق راح يكون statement statement زي كل واحدة من هذه عبارة عن statement فراح يكون statement statement أو جملة جملة أو عبارة عبارة طبعا دائما نبدأ من المين فنبدأ العبارة الأولى اللي في سطر رقم خمسة بدين العبارة الثانية في سطر رقم ستة بدين العبارة الثالثة في سطر رقم سبعة وهكذا مضبوط إذن هذه نقدر نقول هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاثة هذه أربعة هذا سير التنفيذ أو الـ control flow هنا خمسة هنا ستة هنا سبعة هنا ثمانية وبعد ذلك انتهي البرنامج إذن هذا الترتيب تنفيذ العبارات الموجودة أو الجمل الموجودة في البرنامج هذا البرنامج rectangle بينما مثلا البرنامج اللي موجود هنا فيه في الأسفل البرنامج الآخر هنا اللي فيه الـ statement نلاحظ أنه فيه أولا نقرأ طبعا نقرأ القيمة هنا فإذن هذه واحد بعد كده أو عفوا نعرف scanner في البداية بعد كده نقرأ القيمة فهذه الثنين إذن هذه العبارة اللي راح يتمتم فيه العبارة الثانية راح يتمتم فيه فإذن هنا مشينا sequential يعني بشكل متسلسل هذه العبارة الثالثة اللي راح يتمتم فيه ثلاثة اللي هي الشرط حق الـ f زي ما شفنا يعني في الدروس السابقة بعد كده بعد كده هنا راح يحصل تفرع زيين راح يحصل تفرع إما أن ينفذ الجزء هذا من البرنامج statement هذه إما أن تنفذ statement هذه وخلوا حطها بلون مختلف حتى يعني ننتبه statement هذه إما أن تنفذ أو لا تنفذ طبعا البرنامج هذا يقرأ لنا عدد بعدين يطبع positive إذا كان العدد أكبر من الصفر زيين يقرأ عدد integer بعدين يطبع positive زيين أو موجب يعني معناتها عدد موجب إذا كان العدد أكبر من الصفر هنا لاحظوا أنه فيه تفرع زيين هذا يعتبر هذا الجزء يعتبر branch زيين نستطيع أن نقول أنه هنا هذا هذا يعتبر branch زيين فهذا فرع للبرنامج مضبوط فإذا إذا تحقق الشرط راح ننفذ عملية الطباعة هنا وهنا نسميه then branch زيين الكلمة تكتبها كذا then خلو أكتبها يمكن باللون أوضح شوي then branch هذا then branch زيين branch وهنا اخر شيء إذا ما كانت واضحة فهذا نسميه then branch اللي هو الفرع then يعني إذا تحقق ف then يعني ف نفذ هذا الجزء هنا المقصود طيب هذا هنا هنا نسميه تفرع إذن إذن اللي أبغاك تلاحظوا معي هنا أنه الجزء هذا العبارة هذه اللي في سطر الرقم ثمانية قد تنفذ وقد لا تنفذ على حسب الإنبوت زيين إذن على عكس طريقة هنا اللي سيكوينشل تتابعية الجميع راح ينفذ بغض النظر عن القيم بغض النظر عن الإنبوت هنا لا على حسب الإنبوت إذا تحقق الشرط راح يتنفذ الجزء هذا إذا ما تحقق الشرط ما راح تنفذ الجزء هذا ففيه تفرع في التنفيذ يمكن التفرع يكون أكل بشكل ممكن نشوف التفرع بشكل أوضح إذا شفنا البرنامج الثالث هذا البرنامج هذا فيه F و L يمكن يكون أوضح برغو نفس الشيه برنامج إذا كان العدد أكبر منه ويساوي الصفر يطبع positive إذا كان أصغر من الصفر يطبع negative طبعا ملاحظة يعني في الرياضيات مفروض الصفر ما يكون positive بس يعني حنا هنا بس عشان يعني للشرح يعني يخلينا الصفر ضمن ال positives ضمن العدد الموجبة فهنا لو تبعنا لو تبعنا تنفيذ البرنامج راح نشوف أنه راح ينفذ السطر هذا واحد أول سطر بعدين السطر هذا رقم اثنين بعدين السطر هذا رقم ثلاثة ليو ال condition بعد كده راح يتفرى الأحد فرعين زين إما أنه ينفذ هنا مضبوط أو أنه ينفذ ينفذ الجزء هذا اللي هو هنا مضبوط إذا من ال f من الشرط هذا إما أنه ينفذ الجزء هذا أو ينفذ الجزء هذا فنسمي هذا زي ما قلنا قبل الجزء هذا نسميه then branch هذا then branch branch وهذا الجزء طبعا b r a n c h اللي هو فرع then اللي هو فرع ف أو شو اسمه وهذا الفرع فرع else branch فكاننا نقول إذا أتحقق الشرط فأعمل هذا فنفذ هذا الجزء وإلا فنفذ هذا الجزء إذن إذا تحقق الشرط فنفذ هذا الجزء وإلا نفذ هذا الجزء هذا هو المقصود بالبرانشي فإذن هنا الـ Control Flow صار له برانشي صار له تفرع مضبوط سير تنفيذ البرنامج تفرع عند وجود الـ F طبعا واضح إذن أن الجملة الشرطية تعمل تفرع لتنفيذ البرنامج أو إما ننفذ الجزء هذا أو الجزء هذا وفي هذه الحالة نستخدم ما يسمى بـ Flow Chart والFlow Chart نستطيع أن نقول أنه هنا الرسم البياني هنا Chart معنى رسم بياني وFlow بمعنى التدفق أو تدفق التنفيذ أو سير التنفيذ يعني كأن التنفيذ زي الموية يعني تمشي الموية فهنا تمشي بشكل مستقيم التنفيذ يمشي بشكل مستقيم بينما هنا يمشي بشكل متفرع يتفرع يعني يتفرع هنا بعد كده يرجع التنفيذ مرة ثانية فـ Flow Chart هو طريقة لرسم الـ Control Flow أو طريقة رسم يعني طريقة رسم توضح لنا أو رسم بياني خلوا أكتب الكلمة هذه عبارة عن الـ Flow Chart عبارة عن رسم بياني يوضح يوضح لنا طريقة سير تنفيذ البرنامج أو الـ Control Flow طيب لو جينا هنا في البرنامج هذا راح نشوف أنه الـ Flow Chart راح يكون طبعا نبدأ بسهم بعدين نضع مستطيل هنا ونضاع أنه هنا وللعبارة Int length زي بعد كده نضع مستطيل وراح يكون العبارة اللي بعدها length gets 5 زي وبعد كده نضع مستطيل وهكذا إلى أن نصل في النهاية إلى المستطيل الأخير عندنا وهو المستطيل اللي فيه system.out.println طبعا راح كتبها مختصرة area إذن هذا الـ Control Flow للبرنامج هذا البرنامج الـ Sequential هذا والبرنامج التسلسل المتسلسل بينما على الجانب الآخر فإن الـ Control Flow للبرنامج هذا اللي فيه الـ F Statement راح يكون بشكل التالي طبعا راح نبدأ بـ Scanner يعني هذا سكانر زي هنا تعريف سكانر فراح اختصره يعني ما راح اكتبه كامل بعد كده راح يجي هنا تعريف الـ Int إلى آخره الـ Int إلى آخره اللي وسط الرقم هنا الرقم الثنين هذه بعد كده راح وهنا هذا المهم في الـ F أنه راح يكون عندنا Decision هنا أو قرار لازم نتخذ هنا قرار بناء على شرط الشرط الموجود عندنا فالـ Decision دائم يأخذ الشكل هذا فنقول X أكبر من صفر ممكن تضع علامة استفهام يعني بمعنى هل الـ X أكبر من الصفر في هذه الحالة راح يكون راح نشوف التفرع إذا كان هنا Yes إذا كان نعم فإننا راح ننفذ عبارة System.out.println positive طبعا اختصرت هنا هنا positive مضبوط طيب هنا في حالة Yes في حالة No فإننا راح نقفذ هذه العبارة ممكن تضع السهم من هنا أو ممكن تضع السهم من هنا مضبوط راح نقفذ العبارة هذه ونتجه لما سيتم تنفيذه بعدها طبعا هنا عندنا ما في أي تنفيذ فهذه ممكن نكتب هنا End أو شيء زي كده يعني أنه انتهى التنفيذ إذا هذا flowchart الخاص بال-F لاحظ عندنا هنا شرط Decision هنا مضبوط إذا تحقق الشرط إذا تحقق الشرط Yes فإننا راح نطبع System.out.println إذا لم يتحقق الشرط هنا No فإننا راح نتجه إلى End فهذا flowchart الخاص بال-F statement اللي عندنا هنا فهنا branching في branching في تفرع في فرعين هنا في منطقة نتفرع منها إما هنا أو هنا هذا هنا نسميه then branch ممكن نكتبها هنا هنا then وهنا نستطيع أن نقول أنه هذا نسميه else branch لكن لاحظ أنه ما عندنا else طبعا مضبوط لكن عادي أنك تسميه else branch يعني أولا branch الآخر زين راح نقفذ التنفيذ راح توقف هنا في الفيديو القادم إن شاء الله راح أشرح الجزء البرنامج الأخير هذا اللي فيه f و else راح يكون مشابه هنا لكن كمثال آخر على flowchart أرجو أنك قبل ما تشوف الفيديو القادم حاول أنك بنفسك ترسم flowchart لهذا البرنامج مهم جدا أنك تتدرب وتأخذ بعض التمارين فحاول أنك ترسم flowchart لهذا البرنامج بنفس الطريقة هذه خصوصا الجزء اللي فيها ال f و else حاول ترسم flowchart عشان تشوف كيف ال flowchart راح يصير ترجمة نانسي قنقر